تحت رعاية سمو الشيخ محمد بن مبارك الخليفة نائب رئيس مجلس الوزراء أقيم حفل تكريم برنامج دبلوم الدبلوماسية البرلمانية النيابية بحضور معالي السيدة فوزية بنت عبدالله زين الرئيسة مجلس الرواب وسعادة الدكتور عبداللطيم الراشد الزياني وزير الخارجية والذي نظمته أكاديمية محمد بن مبارك الخليفة للدراسات الدبلوماسية بالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس النواب بسم الله الرحمن الرحيم أصحاب المعالي والسعادة الحضور الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يطيب لي في البداية الإعراب عن سعادتي برعاية حفل تخريج برنامج دبلوم الدبلوماسية البرلمانية النيابية والذي يعد أحد المبادرات التي تأتي انطلاقاً من أهداف النهج الإصلاحي لجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدة حفظه الله ورعاه واهتمام متوجيه جلالته بتعزيز الدور الدبلوماسي بما يرسخ مكانة مملكة البحرين ودورها في المجتمع الدولي والبرلماني متوجهاً بوافر الشكر وعظيم الامتنان لجلالته حفظه الله على أمره السامي بإنشاء وتسمية هذه الأكاتمية الفتية الحضور الكرام يأتي احتفالنا اليوم بتخريج دبلوم الدبلوماسية البرلمانية النيابية تأكيداً للتعاون القائم بين السلطتين التشريعية والتنفيذية وللعلاقات التكاملية بين الدبلوماسية الرسمية والدبلوماسية البرلمانية وما تقوماني به من دور بارز في تحقيق أهداف السياسة الخارجية لمملكة البحرين والدفاع عن مصالحها الوطنية وإيصال صوتها المعبر عن قيمها الأصيرة وطبيعتها المنفتحة على العالم تعزيزاً لمكانتها الإقليمية والدولية إن إنجاز هذا البرنامج يعكس الجهد المتواصل الذي تقوم به الحكومة ممثلة في وزارة الخارجية لتعزيز العمل البرلماني البحريني على الصعيدين المحلي والخارجي ويؤكد حرص أصحاب المعالي والسعادة النواب بالمشاركة في أعماله بأن تكون الدبلوماسية البرلمانية حاضرة ومؤثرة في المشهد السياسي لمملكة البحرين وإنما لمسنا وسعدنا به من تعاون بين وزارة الخارجية ومجلس النواب في إنجاز وإنجاح هذا البرنامج لا يبرهن على حرص رئيسة المجلس معالي السيدة فوزية بنت عبدالله زينل على تطوير دور المجلس بامتلاك أدوات التفاعل الإيجابي مع الخارج وإطلاع النواب على أفضل الممارسات الدبلوماسية البرلمانية المعاصرة وتوظيفها بعلاقاتهم مع نظرائهم في الدول الشقيقة والصديقة لتحقيق الأهداف الوطنية التي نسعى لها جميعاً الحضور الكرام نتابع باهتمام وتقدير ما يقوم به سعادة الدكتور عبداللطيف الراشد الزياني وزير الخارجية من جهود مشهولة لتطوير دور وزارة الخارجية وهالنهوض بأداء منتسبيها بما يواكب المستجدات العالمية وإنما تقوم به الأكاديمية للدراسات الدبلوماسية من دور تنويري وتثقيفي وتنجزه من مبادرات رائدة في تعزيز الدبلوماسية وتطويرها أتمكنها من أن تكون مركزاً علمياً وعملياً لتأهيل وتخريج جيل دبلوماسي قادر ومتوكل بهذه المناسبة فإنه يسرني الإعراب عن بالغ الشكر والتقدير للجهاز الإداري للأكاديمية برئاسة المديرة التنفيذية سعادة الدكتورة الشيخة منيرة بن خليفة بن حمد آل خليفة عن جهودها في الإعداد وتنفيذ هذا البرنامج وغيره والشكر الموصول لأصحاب السعادة السفراء والمحاضرين الذين أسهموا في إطراء أعمال هذا البرنامج بمعارفهم الفكرية وتجاربهم العملية تحقيقاً لأهدافه ومقاصده كما أنه ليسعدني إعراب عن تهاني الخالصة لأصحاب المعالي والسعادة خريجي برنامج دبلوم الدبلوماسية البرلمانية النيابية معرباً عن الثقة بأن ما ناقشوا والطلعوا عليه سيضفي المزيد على تجربة من البرلمانية ليكون مكملاً ومعززاً لجهود الحكومة وأجهزتها المختلفة في تحقيق مصالح الوطن والمواطن والدفاع عن قضاياه وتوطيط علاقات المملكة مع دول العالم وختاماً أسأل مولى العلي القدير أن يفقنا جميعاً لما فيه الخير والسداد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته كما ألقت معالي رئيسة مجلس النواب كلمة بهذه المناسبة شكل البرنامج انفتاحاً على أفضل المفاهيم والقواعد والإجراءات والممارسات التي تخدم العمل في مجال الدبلوماسية البرلمانية بما يحقق الأهداف الوطنية لدولة المؤسسات والقانون بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه وضمن سياق التعاون الفعال مع الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله وفي هذا الحفل نحتفي بوجود قامة وطنية شامخة تحضر بيننا اليوم متمثلة في سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة حيث نرحب بسموه ونستذكر دوره كرائد للدبلوماسية البحرينية والأب المؤسس لها حيث تولى سموه مهمة السياسة الخارجية للوطن في أواخر ستينيات القرن الماضي ولسبع وثلاثين عاما وساهم في وضع اللبنات الأولى للدبلوماسية البحرينية وتثبيت أركانها وصياغة معالمها الشامخة وذلك ترجمة لتوجيهات الأمير الراحل سمو الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة طيب الله ثرى كما ألقى سعادة وزير الخارجية كلمة خلال هذا الحفل بسرني أن أعرفه عن بالغ التقدير إلى أصحاب السعادة أعضاء مجلس النواب الذين يتموا متطلبات البرنامج لمشاركتهم الإيجابية الفاعلة وما أبدوه من حرص واهتمام بالارتقاء بمفهوم الدبلوماسية البرلمانية كركيزة مهمة لدعم السياسة الخارجية لمملكة البحرين وتعزيز مكانتها الإقليمية والدولية على الصعيد البرلماني كما لا يفوتني أن أشكر الإدارة التنفيذية لأكاديمية محمد بن مبارك آل خليفة للدراسات الدبلوماسية برئاسة سعادة الدكتورة نيرة بنت خليفة آل خليفة على الجهود المخلصة التي بذلت للانتقال بالدبلوماسي البحريني من ممارسة الدبلوماسية التقليدية المحدودة إلى الدبلوماسية الشاملة لمواكبة متطلبات العصر الأمر الذي يضع الأكاديمية على عتبة تطور نوعي في الفكر والأداء يدشن مرحلة جديدة من العمل الدبلوماسي نفخر بها ونعتز والشكر موصول لأصحاب المعالي والسعادة السفراء الذين أسهموا بمعارفهم وخبرتهم في إثراء هذا البرنامج المهم وفي ختام الحفل تفضلت معالي السيدة فوزية بنت عبدالله زين الرئيسة ومجلس النواب وسعادة الدكتور عبداللطيف بن راشد الزيالي وزير الخارجية بتسليم الشهادات للمشاركين والحاصلين على دبلوم برنامج الدبلوماسية البرلمانية النيابية اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة